حيو الهجل مغمراتي يا حي مركوب الثلائي بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل في صباحي هذا اليوم بميدان الساد أشواط الأبكار انتهت الكعبي يفوز بالمحليات رصاص بن سالم بالرصاص يحضر بمشغله وتفوز في المهقنات هكذا عناوين الأشواط الأولى عما شوط القعدان للمحليات الأصائل تبدأ انطلاقته بميدان الساد ونسير ونتابع اللي قادر المسيرة وخذ المركز الأول منذ البداية درب سالم بن محمد القتبي هو من أعلى انطلاق الدرب إلى مقدمة شوط أدهم في المركز الثاني للعين بن محمد بن جيره العامري من يقدم أدهم على مستوى المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث يأتي هملول حمد بن سالم بن لويع العامري من يقدم هملول على مستوى المركز الثالث وين الرابع الرابع ما شاء الله الثلاثة انفردا مباشرة منذ البداية سيطرا وانفردا الانفراد التام بناخذ المركز الثالث الرابع وفي المركز الرابع يتواجد هداد السيف بن سعيد بالكيلة العامري على رابع المراكز أما في المركز الخامس المركز الخامس مع بشفيان شاهين سعيد بن علي بن محمد بشفيان العامري هكذا الندى للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع من اللي قايد المسيرة في هذا الشوط القعدان المحليات الأصائل يا سلام يا أدهم يا سلام يا أدهم العين بن محمد بن جيرة العامري هو من يعلن انطلاقة أدهم من يسيطر بأدهم على المركز الأول السيطرة التامة منذ شارة بدل انطلاقة وهو قاد المسيرة وانطلق إلى المقدمة كي يهدي الهوز والانتصار مالك هذا الشعار والداعم الرسمي لهذا الشعار العينة بن محمد بن شيرة العامري أدهم كفتة مليا بالترشيحات لانتزاع المركز الأول أما في المركز الثاني المركز الثاني درب كان في المقدمة تراجع قليلا أصبح في المركز الثاني سالم بن محمد بن خليفة الاكتبي على ثاني المراكز وفي المركز الثالث المركز الثالث هملول حمد بن سالم بن لويع العامري يشوف المركز الرابع الغدوم من شعار بشفيان على ظهر شاهين سعيد بن علي بن محمد بشفيان العامري ويتواجد أيضا هداد على خامس المراكز سيف بن سعيد بالكيلة العامري هكذا النداء للخمسة المراكز الأولى من القعدان للمحليات الأصائل في ثالث انطلاقات صباحي هذا اليوم بميدان الساد في هذه القوة البارد ما شاء الله تبارك الرحمن هذه القيادة لازالت تتقول تحت أقدام أدهم 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 العين بن محمد بن جيره العامري هو من يقدم أدهم هو من يسيطر بأدهم على المركز الأول السيطرة التامة حتى هذه اللحظات أم سيطر أدهم أم سيطر إلى المقدمة السيطرة التامة يأخذ المركز الأول أدهم العين بن محمد بن جيره العامري والمركز الثاني المركز الثاني درب 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 حق سالم بن محمد بن خليفة الاكتبي على ثاني المراكز درب على ثاني المراكز درب متواجد ورافع ريت الخطورة على أدهم المركز الثالث المركز الثالث حق حمد بن سالم باللويع العامري اللي ياتي على المركز الثالث إذا وصلنا المركز الرابع لسعيد بن علي بشفيان العامري واسمه جاهين نشوف المركز الخامس الخامس هدات هداد هداد ياتي على المركز الخامس حق سيف بن سعيد بالكيلة العامري هكذا الندى مجاهدي للكرام ونعود وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع اللي متصدر الغيادة اللي متصدر غيادة هذا الشوط ومسيطر إلى المقدمة السيطرة التامة منذ البداية هذا هو أدهم أدهم للعينة بن محمد بن جيره العامري مجاهدي للكرام يسيطر سيطرة تامة منذ البداية وحتى هذه اللحظات هذا أدهم له العديد والعديد من الإنجازات وهو يستعد كل الاستعداد على أرضية جهرة الميادين كيأتي بالانتصار والفوز لمالك هذا الشعار العينة بن محمد بن جيره العامري ينفرد انفرادا تام منذ البداية وهو مسيطر ويقود ركب القعدان المحليات الأصائل وتعود الملكية لعينة بن محمد بن جيره العامري المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين للكرام درب مع سالم بن محمد بن خليفة لاكتبي على ثاني المراكز والمركز الثالث المركز الثالث لحمد بن سالم بن لويع العامري الرابع توايد هدات سيف بن سعيد بالكيلة العامري والخامس البن شفيان سعيد بن علي بن شفيان العامري نعود إلى مقدمة شوط نعود وياكم إلى الصدارة أربع كيلو متر انتهت أربع كيلو متر انتهت وتبقت لاثنين كيلو مترات عن خط النهاية تفصلنا بغيادة أدهم العين بن محمد بن جيره العامري الله 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 يا أدهم يا سلام يا أدهم يسيطر السيطرة التامة يسيطر السيطرة التامة يزيد من السرعة يزيد من السرعة حينما نقترب من الامتار النهائية المركز الثاني البلويع البلويع حمد بن سالم بالويع العامري على ثاني المراكز يا سلام يا مشغل يا سلام يا هداد 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 خادم هداد المملوك السيف بالسعيد بالكيلة العامري على المركز الثالث يبدل على الثاني يبدل على الثاني عند لوحة 1500 الرابع يتواجد الدرب مع سالم بن محمد بن خليفة الكعبي على المركز الرابع هكذا النداء وهكذا المسار نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة يا سلام يا بن جيرة يا سلام يا العينة يا بن محمد يا بن جيرة يا العامري الله يلمطوع يحكم القبضة على مسار القعدان منذ البداية ويسيطر يسيطر بأدهم صاحب العروض المميزة يسيطر على أرضية الميدان هذا الميدان ميدانة والمكان مكانة والزمان زمانة يسيطر السيطرة التامة عند لوحة الكيلو المتر الأخير أول كيلو الأخير كيلو الامتحان تكرم القعدان في أوتهان هذا الكيلو غادرناه ولا زال أدهم لا زال أدهم يسيطر على المركز الأول العين بن محمد بن جير العامري يا سلامي عليه يا سلامي عليه يزيد من السرعة يزيد من السرعة ما شاء الله يا ذكر الله يا ذكر الله على هذا الأداء يا ذكر الله على هذا العطاء يزيد من السرعة مجاهدي للكرام تحرك هداد هد هداد انطلق هداد على المركز الثاني سيف بن سعيد بالكيلة العامري يرفع ريت الخطورة لكن أدهم أدهم عند الاحتياط عنده المخزون عنده القوة عنده التحمل عودنا وعود جمهوره وعود مالكه على العروض المميزة هجوم من شعار بالكيلة هجوم من مكثف من هداد وأدهم يتحمل الضغوطات أدهم يزيد من السرعة كي يثبت الوجود كي يثبت الوجود للجمهور بأنه هو الأقوى بأنه هو المسيطر بأنه هو الأقدر لانتزاع المركز الأول سلامي الصومعة سلامي المطوع سلامي العيينة يا ابن محمد يا ابن شيرى يا العامري أدهم 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 صاحب الشوط الأول في القعدان المحليات الأصائل تهانينا والناموس للعيينة ابن محمد بن شيرى العامري مشكور يا ابن محمد على هذا الأداء اللي يقدم أدهم على أرضية هذا الميدان تهانينا للعيينة ابن محمد بن شيرى العامري نبارك لعلى فوز أدهم بالمركز الأول الثاني يتواجد هداد سيف بن سعيد بالكيلة العامري وفي المركز الثالث الحمد بن سالم بن لويع الرابع حق سالم بن محمد بن خليفة الاقتبي والمركزة الخامس لسعيد بن علي بشفيان التوغيت ما شاء الله تبارك الرحمن تسع سبع وثلاثين التوغيت الأفضل أو الأفضل في شطلو والأبكار نعم 35 عموما علي كل حال تهانينة والناموس للعيين بن محمد بن شيرة العامري على فوز أدهم وحصوله إلى هذا التوغيت المميز تسع سبع وثلاثين ثانية